سيعزلوا مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينفذ من سخط المشرعين في مجلس النواب الذين سيقدمون يوم الاثنين مواد لعزله بتهمة التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة وقد أعطت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الضوء الأخضر للمشرعين وأصدرت تعليمات للجنة القواعد بالمجلس للاستعداد لمسائلة ترامب إن لم يقدم هو استقالته في أسرع وقت وبعد هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس يواجه ترامب إعصاراً يشتد مع تأييد بعض الجمهوريين إبعاد رئيس حزبهم عن السلطة باستخدام التعديل الخامس والعشرين الذي يفعل في حال عدم أهلية الرئيس للقيام بمهامه حان الوقت لتفعيل التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس الرئيس مريض وينبغي أن يتخلى عن السلطة التنفيذية طوعاً أو كرهن متحدث باسم البيت الأبيض قال إن محاكمة ذات دوافع سياسية لعزل الرئيس ستعمق الإنقسام في البلاد أما الرئيس المنتخب جو بايدن فيفضل أن لا يتم عزل ترامب مؤكداً أن ذلك قرار ستتخذه السلطة التشريعية لو كان أمامنا ستة أشهر لفعلنا كل شيء لإقالته من منصبه عبر عزله أو تفعيل المدى خمسة وعشرين لكني أركز على تولي زمام الأمور كرئيس ونائب الرئيس وتحقيق جدول أعمالنا بأسرع ما يمكننا قوات إنفاذ القانون تواجه هجوماً بسبب تخاذلها في حماية مبنى الكونغرس بينما أكدت وزارة الدفاع أنها سترسل خمسة آلاف عنصر إضافي من الحرس الوطني لحماية العاصمة حتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب للإخبارية هند إبراهيم من العاصمة الأمريكية واشنطن